النسخ في الوحي، محاولة فهم، سيد القمني، تأسيس، قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وقد قال علي رضي الله عنه لقاض أتعرف النسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت جلال الدين الصيوطي، عن ابن عباس في قول الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال المعرفة بالقرآن ناصخه ومنسوخه، فمن المتأخرين من قال ليس في كتاب الله عز وجل ناصخ ولا منسوخ، وهذا القول عظيم جدا يقول إلى الكفر، أبو جعفر النحاس، وأهمية معرفة النسخ تتضح مما يأتي، أولا، إن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين جحدوا وقوع النسخ وهو واقع، ثانيا، إن الإلمام بالناصخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي، ويطلع الإنسان على حكمة الله في تربيته للخلق وسياسته للبشرية، ثالثا، إن معرفة الناصخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام، فالمنكرون لوقوع النسخ في القرآن الكريم يخالفون صريح النص القرآني والسنة النبوية الصحيحة وإجماع المسلمين، الدكتور شعبان محمد إسماعين وكيل الأسهر، لم تعد قضيتنا اليوم هي حماية تراثنا من الضيع، إنها ليست القضية الأولى في هذه المرحلة التي وصل فيها التهديد إلى الوجود ذاته، حيث أصبح موقفنا اليوم هو الدفاع عن وجودنا ذاته بعد أن أفلح العدو أو كاد في اختراق الصفوف في محاولة نهائية لإعادة تشكيل وعينا، أو بالأحرى في محاولة لسلبنا وعينا الحقيقي ليزودنا عبر مؤسساته الثقافية والإعلامية بوعي زائف يضمن استسلامنا النهائي لخططه وتبعيتنا المطلقة له على جميع المستويات. الدكتور نصر حامد أبو سيد ظاهرة النسخ في الوحي تروي كتب التاريخ الإسلامية وكتب السير والأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام في المراحل الأولى من دعوته في مكة وبعد أن هاجر بعض أتباعه إلى الحبشة ورأى تجنب قريش له وأنه في نفر قليل من أصحابه استشعر الوحشة فتمنى قائلا ليته لا ينزل علي شيئا ينفرهم مني انتهى كما يروى أنه قرأ صورة النجم في المسجد الحرام أمام سادات قريش ومعه بعض أتباعه يصلون معه ولما وصل إلى الآيات فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى النجم تسعة عشر عشرون يروى أنه استمر يقول تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترجى مما أتى إلى صدى واسع لطاق حيث أعلنت قريش رضاها عن محمد عليه الصلاة والسلام وعما تلى من آيات وقالت بلى لقد عرفنا أن الله يحي ويميت ويخلق ويرزق لكن هذه تشفع لنا عنده وإذا جعلت لها نصيبا فنحن معك انتهى ويذكر الطبري أن المؤمنين صدقوا نبيهم فيما جاءهم عن ربهم فلما انتهى إلى السجدة سجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره وسجد من سجد من المشركين وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم فلم يبقى في المسجد مؤمن ولا كافر إلا وسجد انتهى وروا البخاري عن ابن عباس قوله إن رجلا واحدا لم يسجد لكبر سنه ووهان عظمه إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فيسجد عليه انتهى وقد سمى الواقدي هذا الرجل بالاسم في قوله فسجد المشركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة فإنه أخذ ترابا من الأرض فرفعه إلى وجهه انتهى ومعلوم أن الوليد كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان من ذوي الثراء بين وجهاء مكة وأصرافها ولا شك أن موقفه هنا بحاجة إلى بعض التأمل وتتابع الروايات حكايتها فتقول إنه كان لتلك القصة المعروفة في التراث الإسلامي بحديث الغرانيق صدا واسع حتى إنه وصل إلى مسامع المسلمين المهاجرين لدى نجاشي الحبشة فقفلوا من مهشرهم راجعين بعد أن انتفى سبب اغترابهم لكن هؤلاء التقوا في طريق عودتهم بركب من كنانة أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شفعاء قريش بخير فتابعوه لدرجة أنهم صلوا صلاةه ثم ارتد عنها فعادوا لمعاداته فبعد أن قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترجى انتهى عاد يقول إن جبريل جاءه وعاتبه قائلا ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما لم آتك به من الله عس وجل وقلت ما لم يقل ثم تلا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة النجم تسعة عشر اثنان وعشرون وقد عقب القدامى والمحدثون على حديث الغرانيق لنفه واستهجانا له وللإيجاز يقول الدكتور شعبان محمد إسماعيل من المحدثين وهذه القصة غير ثابثة لا من جهة النقل ولا من جهة العقل انتهى ومن القدامى أبو جعفر النحاس الذي هاله أمرها فقام يعلن أن هذا حديث مفتع وفيه هذا الأمر العظيم انتهى وقدم محقق كتابه لذلك بحجة منطقية تماما وهي أنه لو جوزنا ذلك لذهبت الثقة بالأنبياء ولوجد المارقون سبيلا للتشكيك في الدين انتهى ثم أردف بما جاء عند الواقدي وهو يقول حتى نزل جبريل فقرأ عليه النبي هذا فقال له ما جئتك به وأنزل الله لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا الإسراء 74 والآية المشار إليها لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا جاءت في عتب الله تعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في الآيات وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا الإسراء 73-74 ثم نجد تبريرا قرآنيا لما حدث لا مجال فيه لخلط أو لبس يوضح أن الشيطان لعنه الله انتهز فرصة تمني النبي القرب من قومه فتدخل في الوحي إبان تلقيه وألقى إليه بتلك الآيات الفضيعة فنسخها تعالى بالآية الصادقة ويعلمنا الله تعالى أن ذلك ليس أمرا جديدا ولا غريبا فقد كان الشيطان يفعلها مع أي نبي من الأنبياء والرسل المكرمين إذا تمنى أحدهم ذات الأمنية أو مثلها وقد جاء هذا الإيضاح المبين في قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته الحج 52 ويعقب أبو جعفر النحاس الذي استفضع الأمر على تلك الآيات فيؤكد أنه حتى لو كان حديث الغرانيق قد حدث وأن الشيطان وجد الفرصة في التمني فإن النبي لم ينطق بما ألقى الشيطان أو كما قال فيكون التقدير على هذا ألقى الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم شيطان من الجن ومعروف في الآثار أن الشيطان كان يبهر في كثير وقت النبي عليه الصلاة والسلام فألقى هذا في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام انتهى ومن هنا يحتمل أن يكون مناط احتجاجه ما جاء في آيات أخرى تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون النحل 98 مئة هذا ما كان من أمر حديث الغرانيق وما كان من إضاحات القرآن الكريم لما حدث ولكن ما يعنينا ونهتم به ويدخل في إطار بحوثنا بعيدا عن بحوث المغيبات الدينية ذاتها التي لها ميدانها وفرصانها وقراءة الواقع الذي حدثت فيه الحادثة ومعرفة الظروف التي لابستها لنفهم كيف كان القصد من الأمر فتنة قوم في قلوبهم مرت وكيف قصد قلوب آخرين فتم اختبارهم وفرزهم وبالإطلال على تلك الفترة الزمكانية نرى الواقع لم يفرز بعد عددا من الحواجز بين النبي وقومه لكن كانت هناك حواجز قد قامت بالفعل كانت من وجهة نظر المشركين هي الحواجز الأساسية والحاسمة والمعلوم أن قريشا لم تكن تختلف مع المصطفى صلى الله عليه وسلم حول المسألة العقدية الأولى لدعوته وهي الإيمان بإله واحد يحيي ويميت يخلق ويرزق ومصدر علمنا بذلك من القرآن الكريم ذاته والذي شهد لهم بذلك في عدد من الآيات المكرمة ومن تلك الآيات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون العنكبوت 61 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون المؤمنون 86 87 وغير تلك الآيات بذات المعنى كثير لكن وجه الخلاف والحاجز الكبير كان يتمثل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإسقاط شفاعة الشفعاء من أرباب العرب وهكذا كان معنى أن يلغي محمد صلى الله عليه وسلم الشفعاء هو إلغاء الحاجز الأخير بين القبائل وبعضها وإسقاط الرمز القوي السيادي المتماهي مع السيد الأرستقراطي هذا ناهيك عن نظرتهم إلى النبي بحسبانه يسعى إلى إلغاء سادة القبائل من شفعاء ليصبح هو السيد الأوحد لكل القبائل لتنتقل له وحده الشفاعة من حيث كونه صاحب العلاقة مع الله وليس الشفعاء ولا الكهان ولا التجار أي صاحب القرار القاطع والنهائي الناطق باسم الله وذلك عبر الشهادة له بأنه رسول الله هو ما يتهدد مصالحهم التجارية جميعا بالدمار وفي ظل ذلك الوضع يمكن قراءة حديث الغراميق مرة أخرى ففي تلك الظروف ومع مهاجرة الأتباع للحبشة ومع قصوة الواقع ومرارته ومع الغربة وسط الأهل ومع الظرف النفسي الذي لا بد تركته تلك الأوضاع في النبي عليه الصلاة والسلام تمنى فتدخل الشيطان فقال ما قال فتبعته قريش وخاص سادتها الذين تواجدوا تلك اللحظة بالحرم لأنه هكذا لن يمس الأمر مصالحهم فسجدوا بسجود النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معه صلاة وهنا كانت الفتنة المقصودة بقول الآيات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الحج 53 والقلوب كانت أنذاك بمعنى العقول أي الذين لا يفقهون ولا يدركون المرامي البعيدة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرامي التي سبق أن أدركها العقلاء منهم رغم عدم إيمانهم وأفادوهم بها وشرحوها لهم وهو ما لمسناه في قول عتبة بن ربيع لهم بعد أن التقى النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك الأهداف الكبرى للدعوة ولا شك أن عتبة بن ربيع وهو أحد الأرستقراطيين الكبار قد أدرك الأبعاد الكبرى للدعوة والتي كانت تبغي توحيدهم جميعا في دولة كبرى تناجز الروم والعجم دون إضرار بمصالحهم التجارية وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل بل وبعد انتصار الدعوة تم تمكين هذه المصالح وتقويتها ودعمها فالنبي بعد فتح مكة لم يضمن للمكيين مكانتهم بين العرب فقط بل ضمن لقريش ولزعامتها مركزهما في الإسلام والناظر لفتح مكة بقليل من وضوح الرؤية يكتشف أن فتح مكة لم يكن هزيمة لقريش وهو الأمر الذي نلحظه في تضمن الأنصار ثم بعد ذلك أحمل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه على تكريس الوضع الاجتماعي القائم عن طريق الأعطيات والإقطاعات ثم دعم الوحي ذلك بتكريس الملكية الفرضية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بل قدم عقلنا واضح للتفاوت الطبقي كما في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون النحل 75 ناهيك عن إعادة سر التفاوت الطبقي إلى التقدير الإلهي في قوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم الأنعام 165 لكن كان واضحا أن الأمر بهذا المعنى لم يصل إلى أذهان الأرستقراطيين المكيين في ظل دعوة الإسلام الأولى للمستضعفين فكانت فتنتهم بحديث الغرانيق لكن توتر بعض المسلمين نتيجة ما ألقى الشيطان وتضعضع أحوالهم المعنوية كان لابد أن تتبعه العودة السريعة بإيضاح دور الشيطان فيما حدث والذي كان أيضا اختبارا للمسلمين المستضعفين لإظهار مقدار الطاعة ومدى مسارعتهم إليها مسارعة إسماعيل إلى الدبح طاعة للأمر الإلهي وعليه فقد جاء النسخ لما ألقى الشيطان في الوحي عملا إجرائيا كانت أطرافه الاعتبارية القبلية في جانب والوحدة المرتقبة في جانب آخر وأطرافه الشخوصية هي أهل مكة في جانب والنبي صلى الله عليه وسلم بينما كانت أدوات هذا الجدل هي الشفعاء والشيطان وكلمات الله التي تمثلت في وحي لا كالإلهام ولا كالخاطر ولا كالهاجس لكنه الوحي الصادق الذي أدى دورا غني الدلالة ويشير بدون إبهام إلى صدوره عن فاعل واع مريد كان الوحي هنا فعلا شعوريا يتسم بالإدراك والوعي التامين لما يحدث ولشكل الاستجابة المطلوبة بحسب شروط الواقع وضروراته كان وعيا بطبيعة المرحلة الآنية أنذاك وبطبيعة المرحلة المقبلة وما سيلحقها من تحولات لكن يثور هنا السؤال كيف يتحول الوحي ويتبدل وهل يمس ذلك قدسية كلمة الله ثابتة؟ وهذا ما دعا بعد ذلك إلى نشوء مبحث هم وكبير من مباحث علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وهو الظاهرة التي لحظها القرشيون حتى قالوا ألا ترون إلى محمد يأتي أصحابه بأمر ثم ينهاهم ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قوما يرجع عنه غدا انتهى وهي ذات المقالة التي قالها اليهود اليثاربة بعد الهجرة عندما تحول النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين في الصلاة عن بيت المقدس إلى كعبة مكة كان ذلك التحول والتبدل مدعاة لرد الآيات الكريمة وإذا بدن آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون النحل 101 والمعنى أن هناك آية تم استبدالها بأخرى مع إشارة واضحة إلى احتساب المشركين لذلك التبديل افتراء من النبي عليه الصلاة والسلام على الله جل وعلا والله منه بريء إلا أن الآيات أوضحت بلا إبهام أن من يرفضون منطق الاستبدال والتحول أكثرهم لا يعلمون وهو ما دعمته الآيات بقولها يمحو الله ما يشاء ويثبت الرعد 39 وهو ما يشير ليس فقط إلى الاستبدال بل إلى محو آيات بعينها ثم بقولها ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها البقرة 106 وقد جاء عن ابن عباس من تفسير الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت أن الله يبدل ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله وما يبدل وما يثبت إلا في كتاب انتهى وعن قتادة عن عكر مقال إن الله ينسخ الآية بالآية فترفع وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب انتهى وعن قتادة أيضا في شرح الآية منه آيات محكمات العمران سبعة قال المحكمات هي الآيات الناصخة التي يعمل بها انتهى مما يشير إلى غير المحكمات التي لا يعمل بها على دمة قتادة وإذا القول بأن الآيات المنصوخ منها والناصخ المعلوم لدينا أو المجهول لنسخه أو محوه إنما في كتاب أزلي محفوظ هو أم الكتاب يقول الدكتور نصر أبو زيد النصخ هو إبطال الحكم وإلغاؤه سواء ارتبط الإلغاء بمحو النص الدالي على الحكم ورفعه من التلوة أو ظل النص موجودا دالا على الحكم المنصوخ لكن ظاهرة النصخ تثير في وجه الفكر الديني السائد المستقر إشكاليتين يتحاشى مناقشتهما الإشكالية الأولى كيف يمكن التوفيق بين هذه الظاهرة بما يترتب عليها من تعديل للنص بالنصخ والإلغاء وبين الإيمان الذي شاع واستقر بوجود أزلي للنص في اللوح المحفوظ والإشكالية الثانية هي إشكالية جمع القرآن ومشكلة الجمع ما يورده علماء القرآن من أمثلة قد توهموا أن بعض أجزاء النص قد نسيت من التهكرة الإنسانية ولم يناقش العلماء ما تؤدي إليه ظاهرة نصخ التلاوة أو حذف النصوص سواء بقي حكمها أو نصخ أيضا من قضاء كامل على تصورهم الذي سبقت الإشارة إليه لأزلية الوجود الكتابي للنص في اللوح المحفوظ فإن نزول الآيات المثبتة في اللوح المحفوظ ثم نسخها وإزالتها من القرآن المتلو ينفي هذه الأبدية المفترضة المهومة فإذا أضفنا إلى ذلك المرويات الكثيرة عن سقوط أجزاء من القرآن ونسيانها من ذاكرة المسلمين إزدادت حدة المشكلة والذي لا شك فيه أيضا أن فهم قضية النسخ عن القدماء لا يؤدي فقط إلى معارضة تصورهم الأسطوري للوجود الأزلي للنص بل يؤدي أيضا إلى القضاء على مفهوم النص ذاته انتهى لكن رغم أهمية هذه الرؤية وعلميتها التي تحرص على الالتزام بمنهج الدراسة العلمية وشروطه كما تحرص في ذات الوقت على النص ومفهومه فقد كان واضحا أنها سقطت في شراق المنظومات القديمة وقوالبها الجاهزة فتشابكت معها رغم ما أبداه الأستاذ الدكتور من حضر وتحذير من سيطرة مثل تلك المنظومات والقوالب على الباحث في مقدمة كتابه المذكور ورغم حرصه الشديد على التعامل مع النص القرآني كنص أدبي ورغم إشارته إلى ارتباط هذا النص بواقع جسيرة العرب زمن تواطر ذلك النص وحيا إلا أن تلك الإشارة لم تفسح عمليا عن ذاتها بشكل واضح وجلي في موضوعه عن النص وإذا أتشابك تلك الرؤية مع القوالب القديمة فإن الأستاذ الدكتور لم يمد الخيط إلى طرفه الأخير أو بالأحرى إلى الحدود الممكنة وكانت متاحة لو لأنه سلم مقدما بالتقسيم التقليدي لظاهرة النص في القرآن الكريم أقصد اللوحة الثلاثية التي تقول إن هناك أولا ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته بمعنى أن هناك آيات في الكتاب الكريم قائمة بلفظها وإن بطل العمل بحكمها بموجب آيات أخرى جاءت بحكم جديد نسخ الآيات القديمة وثانيا ما نسخ تلاوته وبقي حكمه بمعنى أن هناك آيات كانت معروفة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بحكمها لكن في ظروف بعينها تم نسخ تلاوتها أي لفظها أو نصها بينما بقي حكمها معبولا به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحالة التي تجد نموذجها الأمثل في حكم الرجم على الزان والزانية إذا ما أحصن أي إذا كان متزوجا أما الحالة الثالثة فهي ما نصخ حكمه وتلاوته معا فلم يعد له هشود بين آيات القرآن الكريم ولم يعد يعمن بحكمه أيضا هذا بينما نجد بنظرة مدققة فيما جاء من أخبار ما يفيد أن هناك أحداثا وظروفا جدت فتفاعل معها الوحي إضافة إلى أحداث جدت بعد الوحي وذلك إبان عملية جمع القرآن بحيث أدى هذا كله في النهاية إلى القرآن النهائي الموجود بين أيدينا الآن المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان ولم يأخذ المجتهدون في التعامل مع ظاهرة النسخ تلك الأحداث والظروف بحساباتهم رغم إشارتهم لها وذلك نتيجة الإصرار على التعامل مع القرآن الكريم كنص أزلي الوجود مما انتهى بهم إلى اختراع اللوحة الثلاثية ومن هنا سنحاول فهم واقع الحال مرة أخرى مرتبطا بمراحل تواطر الوحي ومن خلال الإشارات والشضارات والشهادات التي قدمها علماؤنا القدامى والتي تشير إلى ما حدث خلال ثلاثة وعشرين عاما استغرقها تواطر الوحي القرآني وكانت كفيلة بالتعامل معه كنص تاريخي إضافة لكونه نص عقديا وأدبيا ولقد كان تواطر الوحي خلال تلك الفترة الزمنية مفرقا ومنجما تواصلا مستمرا مع الواقع أنذاك وتفاعلا مع المستحدثات الظروفية وهو ما كان معترض المشركين الأساس والذي سجلته الآيات الكريمة في قولها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الفرقان 32 وهي حجة تتصق مع الرؤية المثالية لمفهوم الأنوهية ومفهوم النبوة حيث يتسم فيها الله بالثبات المطلق وبحيث تثبث كلماته دفعة واحدة فلا تتبدل ولا تتغير بحسبان كلام الله ثابتا ثبات ذاته وهي ذات الرؤية التي استندت إليها قراءة السالفين من علماء المسلمين في الكتاب الكريم دون أن يلتفتوا إلى أن ذلك يمكن بالفعل أن يدمر مفهوم النص ذاته بحسب ما نبه إليه الدكتور نصر أبو سيد هذا بينما كانت سيولة القرآن الكريم وتدفقه على مراحل حسب المناسبة والظروف مطابقة مستمرة ودائمة بالمتغير الموضوعي بحيث لم يترك النبي وبين يديه نص أولي أزلي واحد يواجه به الواقع الذي لا يتوقف عن التغاير ومن هنا استكملت الآيات إضاحها في قولها لقد تحولت النبو عن نهج الإبهار بالإعجاز الساحر فلم تأخذ بعصى سحرية تفعل الأعجيب ولا بتمتمات تحيي الموت وإنما أصبحت فرزا صادقا يتطابق مع واقعها الزمكاني وهو ما جعل الوحي بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يختلف عن الوحي الإيهامي والإلهامي لقد تحول باليقين إلى الواقع ليتفاعل معه ليقرأ الواقع وليجيب على أسئلته ويساهم في حل إشكالياته وليرتبط بالأرض ومصالح ناسها ومطالبهم بحسبان الناس وليس السماء هم هدفه الرئيسي بحيث أصبح الناس المتغيرون بتغير أحداث الواقع أنصرا أساسيا في مجيء الوحي مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل الإسراء 106 وإعمالا لما سبق ولأن عمل الدكتور نصر بحساباتنا عمل رائد لإعادة فتح البحث حول هذا الأمر فقد رأينا دفع الموقف حول اللوحة الثلاثية ليس تسليما بها ولا بمنهج الدكتور نصر في تعامله معها واعترافه بها إنما لبيان الأسباب التي أدت إلى كل حالة من حالات تلك القسمة الثلاثية أو بالأحرى إلى اختراعها اختراعا ما نسخت تلاوته وبقي حكمه عن مالك بن أنس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عما حدث في خلافة عمر قال جلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهل له ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحذذ بها حيث انتهت راحلته ومن لم يعيها فلا أحل له أن يكذب على الله عز وجل بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق وأنزل عليه الكتابة فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد أهية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريدة قد أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ألا إن كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم انتهى وفي رواية عيين عن الزهري وأيما الله لولا أن يقول قائل زاد عمر في كتاب الله لكتبتها انتهى وعن يحيا عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفردت لكم الفرائد وتركتم على الواضحة ألا تضلوا بالناس يمينا أو شمالا وآية الرجم لا تضل عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا وإنها نزلت وقرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارشموهما البتة ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي انتهى وفي رواية زر أن الآية كانت إذا زن الشيخ والشيخة فارشموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم انتهى وعن أبي أمام بن سهل أن خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارشموهما البتة بما قضيا من اللتة قال ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدته انتهى لدينا هنا حالة واضحة جلية لإحدى الحالات التي تم تصنفها ضمن المنسوخ في القرآن الكريم وتحديدا ضمن ما نصخ تلاوته وبقي حكمه وقد أخذ جلال الدين الصيوطي بتبرير لذلك الأمر يقول أجاب صاحب الفنون أن ذلك ليظهر مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بثل النفوس بطريق ضني من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سالع الخليل إلى ذبح ولده بمنام وربما ذهب الفقهاء إلى أن الحالة الموجودة هنا الشيخ والشيخة إلى آخره من نوع ما نسخ تلاوته وبقي حكمه استنادا إلى مقالة عمر بن الخطاب وتواطر معنى الآية المنسوخة بين الرواه وإن تبدل لفظها لقدم العهد ولعدم تدوينها في القرآن المجموع وإلى كون أن حكم الرجم قد عمل به أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكن لدينا بالقرآن الكريم بشأن حكم الزنا الآيات والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما النساء خمسة عشر ستة عشر هذا إضافة لآية الجلد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة النور إثنان ومع ذلك فقد ذهب العلماء إلى الاتفاق على نسخ حكم الآيات والتي يأتين الفاحشة رغم تدوينها في القرآن الكريم واحتسبوها مما نسخ حكمه وبقي التلاوته بينما أبقوا على حكم آيات غير موجودة في كتاب الله المجموع بين أيدينا الشيخ والشيخة باحتسابها مما نسخ التلاوته وبقي حكمه فأثبتوا حكم الرجم استنادا إلى أحاديث نبوية تدخل في أصول الفقه فيما يذهبون وذلك بالنسبة لمن يحصن مع إثباب حكم الجلد لمن لم يحصن ويجمل أبو جحفر النحاس موقف العلماء بهذا الشأن في قوله فمنهم من قال كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكان ثيبين أو بكرين أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ هذا بالآية الأخرى وهي فصار حكمها أن يؤذيها بالسب والتعيير ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء أن يجلد مئة ويرجم حتى يموت والقول الثاني إنه إذا كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا وحكم البكرين يؤذياء والقول الثالث أن يكون عز وجل قال والتي يأتين الفاحشة من نسائكم عاما لكل من زنت من ثيب وبكر وهذا قول مجاهد وهو مروي عن ابن عباس وهو أصح الأقوال انتهى وإذا كان القول الثالث عند النحاس وأصح الأقوال وهو بالفعل الأرجح في منطوق الآيات والتي يأتين الفاحشة من نسائكم والذان يأتينها منكم فقد كان يعني أن الآيات جعلت للزنا من الرجال حكما يختلف عن حكم الزنات من النساء ثم لما كانت آية الرجم انتهى الأمر في بعض الأحيان إلى محاولة تطبيق الحدود على اختلافها في محاولة لتحاشي الإثم في التطبيق وربما كان ذلك ما دفع عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه لجلد صراحة مئة ثم رجمها بعد جلدها وتعقيبه التبريري جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى هذا بينما ذهب جماعة العلماء إلى أن حكم الثيب الثانية الرجم بلا جلد واحتجوا بأن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم وهذا بدوره يستند إلى السنة في قول ابن عباز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك أحق ما بلغني أنك وقعت على جارية بني فلان؟ قال نعم فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجب انتهى كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اغذوا يا آنيس عن امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فرجمها انتهى ولم يذكر الجلد فدل ذلك على نسخه فيما يذهب إليه قول أبي جعفر النحاس وتبقى محاولة فهم ما فرضه واقع الحال بشأن نسخ تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهما البت إلى آخره لكن مع بقاء حكم الرجم قائما دون سلد في آيات القرآن المجموع بين أيدينا والأسباب التي دعت إلى وضع باب للنسخ عرف بما نسخ تلاوته وبقي حكمه لإدراجها ضمنه والمعلوم أنه إذا نسخت آية من الآيات الكريمة كان لابد من آية أخرى بديلة تحل محلها تحمل الحكم الجديد وذلك حسب نص الآيات ما ننصخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها والمعلوم أيضا أن لدينا في آيات القرآن الكريم الحكم المذكور في الآيات والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم وحكمها الحبس للنساء حتى الموت أو حتى يجعل الله للمحكوم عليه فرجا والإذاء بالسب والتعيير للرجال وذلك حسب التقديرات المرجحة لقراءة الآيات ثم لدينا الآية الزانية والزاني وحكمها الجلد مئة جلدة لكن وضع باب ما نسخ تلاوته وبقي حكمه أبقى آية الرجم قائمة بحكمها بحيث أصبحت ناسخة لحكم الحبس والإيداء واستمرت إلى جوار حكم الجلد وانتهى الأمر إلى تصنيف آية الرجم للمحسن وآية الجلد لغير المحسن وقد قدم الصيطي تفسيرا لنسخ تلاوة آية الرجم بقوله إن سبب التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها بقيا لأنه أفقل الأحكام وأشدها وأغلض الحدود انتهى وعليه فالصيطي يطرح تأويله لنسخ التلاوة لأن الحكم في الآية وأشد الأحكام وحكمها أغلض الحدود لكن الغريب أنه يقول ما قال سلفه من العلماء وهو أن حكمها باق فإذا كانت العبرة من النسخ ليغلض الحد وقصوته أفلا يكون نسخ الحكم بدوره هو الأكثر منطقية ثم شذرة أخرى تشير إلى دور الواقع فيما حدث بشأن آية الرجم تقول إن أبي بن كعب وقف يذكر عمر بن الخطاب بما حدث بشأن آية الرجم التي أصر عمر على استمرار العمل بحكمها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أستأذنه في كتابتها فدفعت في صدري وقلت تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر انتهى هذا بينما أوضح ابن حجر ما ليس فيه لبس بقوله وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف انتهى مع ملاحظة استخدام ابن حجر اصطلاحة رفع بدلا من نسخة مما يشير إلى حيرته بشأن القول الدقيق في شأنها ومدى دقة تطابقها مع اصطلاح نسخة أما ابن الحصار فقد وقف يتساءل دهشا إذا ألقول بنسخها مع الاستمرار في العمل بحكمها مع وجود آيات أخرى ويمكن احتسابها ناصخ لها لكنها لم تحتسب كذلك فيقول كيف يقع النصخ إلى غير بدل وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها انتهى والغريب أن عمر بن الخطاف ذاته قد قال بشأن آية الرجم لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم انتهى وهي ذات الحجة التي ساقها بعد ذلك زيد بن ثابت الذي كتب المصحف المجموع بأمر الخليفة عثمان بن عفان عندما سأله مروان بن الحكم ألا تكتبها في المصحف قال ألا ترى أن الشابين الثيبين لا يرجمان انتهى ومن هذه الإشارات نرى ابن حجر عندما يستخدم اصطلاح رفع بدلا من نسخ يشير إلى عدم قناعته بأن اختفاء آية الرجم من القرآن الكريم لا يعني تصنيفها ضمن المنسوخ فاستخدم اصطلاح رفع إذا أوقائع تقول إنها لم تكتب أصلا حتى في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كره أن يسمح لعمر بكتابتها كما في قول عمر وأن عمر كان من أول المعترضين على تدوينها فدفع في صدر أبي بن كعب مشيرا إلى تفشي التسافد بين الناس كتسافد الحمر والمرجع أن كتابتها كانت تعني ابتعاد الناس وهم على تلك الحال عن الإسلام لشدة الحكم وغنظته ومن ثم كان لتلك الظروف والحججي دور واضح لعدم وجود أي تدوين لآية الشيخ والشيخ إذا زناياه في أي من الرقاع والصحف بحيث ظلت غير مدونة حتى زمن التدوين العثماني حيث استبعدها زيد بن ثابت بطوره كما في روايته مع مروان بن الحكم فجاء المصحف العثماني خلوا منها لكن الإصرار على العمل بحكمها كان فيما يبدو مدعاة لنشوء باب ما نسخت لرقاة. تدوته وبقي حكمه لتندرج ضمنه وبذلك لم يعد حكم الجلد بديلا لحكمها وبحيث بدا الأمر غير منطقي في رأي ابن الحصار. هذا بينما وقف الدكتور نصر أبو زيد يلح في التنبيه على أن المهم في تحديد الناصخ من المنصوخ هو ترتيب النزول لا ترتيب التلاوة في المصحف ومعنى ذلك أن تحديد الناصخ من المنصوخ في آيات القرآن يعتمد أساسا على معرفة تاريخية دقيقة بأسباب النزول وبترتيب نزول الآيات. انتهى. أي أن المعتبر هو تاريخية النص في علاقته الزمنية المتحركة بحركة الواقع المتحول دوما. وللمطالع أن يلحظ أن عمر بن الخطاب صاحب الخطاب الأشهر في الإصرار على العمل بحكم آية غير موجودة في المصحف ولم تكتب أصلا كان هو صاحب حجتين في عدم كتابتها. الحجة الأولى واقع الناس وهم يتسافدون تسافد الحمر والثانية موقف الشاب المحصن والشيخ غير المحصن من تطبيق حد الزنا. أما الأمر الأوضح دلالة فهو فيما ورد بلفظ القاضي أحمد الشهير بابن خلكان في كتابه وفايات الأعيان وهي رواية هامة توضح موقف عمر بن الخطاب بعد أن أصبح خليفة من تطبيق حد الرجم على المغيرة بن شعبة. في رواية القاضي أحمد التي يلخصها لنا الإمام شرف الدين الموسوي تحت عنوان درؤه الحد عن المغيرة بن شعبة وذلك حيث فعل المغيرة مع الإحصان ما فعل مع أم جميل بنت عمر امرأة من قيس في قضية من أشهر الوقائع التاريخية في تاريخ العرب. كانت سنة السابع عشر للهجرة لا يخل منها كتاب اجتمل على حوابط تلك السنة وقد شهد عليه بذلك كل من أبي بكر وهو معدود من فضلاء الصحابة وحملة الآثار النبوية ونافع بن الحارث وهو صحابي أيضا وشبل بن معبد. وكانت شهادة هؤلاء الثلاثة صريحة بأنهم رأوا المغيرة بن شعبة يولجه في أم جميل إلى جلميل في المكحلة لا يكنون ولا يحتشمون. ولما جاء الرابع وهو زياد بن سمية يشهد أفهمه الخليفة رغبته في ألا يخزى المغيرة ثم سأله عما رآه فقال رأيت مجلسا وسمعت نفسا حتيثا وانتهازا ورأيته مستبطنها. فقال عمر أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة فقال لا لكني رأيته رافعا رجليها فرأيت خصيتي تتردد ما بين فخضيها ورأيت حفزا شديدا وسمعت نفسا عاليا. فقال عمر أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة فقال لا فقال عمر الله أكبر قم يا مغير إليهم فانضربهم فقام يقيم الحدود على الثلاثة انتهى. وهناك مرويات أخرى بخصوص آيات أخرى وموضوع آخر تجد نفسك في حيرة من أمر تصنيفها حسب اللوحة الثلاثية فإن اعتمدت روايات بعينها صنفتها ضمن ما نسخ تلاوته وحكمه وإن اعتمدت روايات أخرى صنفتها ضمن ما نسخ تلاوته وبقي حكمه وهو ما يؤدي بالضرورة إلى الخط وسوء التقدير. وهو ما يتمثل في رواية السيد عائشة رضي الله عنها حيث تقول كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ في القرآن. والأمر يعني تحديدا التحريم القائم على الرضاعة بعدد الرضاعات وهو من اللون الذي يصنفه الصيوطي في باب ما نسخ حكمه وتلاوته معا. رغم أنه لو أخذنا بحديث السيد عائشة وبالتصنيفات على اللوحة الثلاثية لأدرجناه ضمن باب ما نسخ تلاوته وبقي حكمه. ووجه الإشكال في تصنيفه أصلا ضمن المنصوخ أيا كان نوعه أن النسخ كان لابد من وقوعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بينما السيد عائشة رضي الله عنها تؤكد أن الرسول قد توفي وتلك الآية مما يقرأ في القرآن. وهو ما دفع أبا موسى الأشعري إلى اللجوء لاستلاحي رفعت في قوله التأويني إنها نزلت ثم رفعت. أما حال بقية العلماء فيصوره لنا أبو جعفر النحاس بقوله فتنازع العلماء هذا الحديث فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس وقال رضع واحدة تحرم وممن تركه أحمد بن حنبل وأبو ثور قال يحرم ثلاث رضعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان انتهى بينما أعلن مكي ذهشته الكاملة في قوله هذا المقال فيه غير المنسوخ غير متل والناصخ أيضا غير متل ولا أعلم له نظيرا انتهى ويؤكد العلماء أن السيدة عائشة رضي الله عنها ضلت على موقفها فقالوا لم تزل عائشة تقول برضاع الكبير انتهى وهو ما يتعلق بما جاء في صحيح مسلم بشرح نووي وأورده ابن الجوزي عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشر وكانت في ورقة تحت سرير بيتي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرضة تشاغن بأمره فأكلتها ربيبة لنا تعني الشات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ في القرآن انتهى انتهى وهكذا فقد ساوت تلك الآية في التحريم من الرضاعة بين الكبير والصغير على أنها حددت بعدد معلوم من الرضاعات وممن أخذ بإصرار السيد عائشة أبو موسى الأشعري والليث بن سعد وهو ما إن أخذناه على ظاهره لأدرج ضمن ما نسخ تلاوته وبقي حكمه أما لو نظرنا إلى ما حدث في الواقع فيفسره قول السيد عائشة رضي الله عنها فأكلتها ربيبة كانت لنا انتهى أما لو ذهبنا إلى ترك حديثها مع تصنيف الآية ضمن ما نسخ حكمه وتلاوته لبقيت أسئلة حيرة هل تم ذلك النسخ قبل أن تأكلها الشاة أم بعد أن أكلتها أم أنها احتسبت منسوخة لأنها لم تكن في صحف القرآن المجموع لأن الشاة أكلتها هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ظرف الواقع يجعل تلك الآية مستمرة في العمل بحكمها رغم ما لحق بها من ظروف أدت لعدم وجودها بالمصحف المجموع فقد كانت هناك إشكاليات تحتاج إلى حل تشريعي وهو ما جاء نموذجا في قول السيد عائشة رضي الله عنها جاءت سهلة ابنة سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أجد في وجه أبي حذيفة أي زوجها أي تجده مستاء إذا دخل علي سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير قال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد ثم قالت والله يا رسول الله ما عدت أرى في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه انتهى رواه مسلم وأبو داود وعليه فقد عملت السيد عائشة بذات السبيل فقال عروة إن عائشة كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال انتهى رواه مالك ويقول الدكتور شعبان محمد اسماعيل وحجتهم حديث سهل هذا وهو حديث صحيح لا شك في سحته ويدل عليه أيضا قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فإنه غير مقيد بوقت والأمر بذلك يدل على ضرورة فرضها استفتاء المؤمنين لأم المؤمنين في شؤون دينهم فكان لقاؤها بالرجال مشروطا بذي محرم وهي الإشكالية الموضوعية التي وجدت حلها في القول برضاع الكبير وفي الاستمرار في العمل به وإصرار السيد عائشة رضي الله عنها عليه وهكذا يكون وضع آية رضاع الكبير هو ذات وضع آية رجم الشيخ ولا وجود لهما في كتاب الله الكريم ليس لأنهما نصختا وإنما لأن الأولى أكلتها الشات بينما الثانية لم تكتب أصلا والضرف الموضوعي شاهد ويشير إلى أن وضع باب في النسخ بعنوان ما نسخ تلاوته وبقي حكمه من باب التأويل بغير سلم اللهم إلا الخلط مر مع السن باحتسابها من عوامل النسخ ومر للعمل ببعض عمل عمر وليس كله ومر للأخذ بحديث زوجات دون زوجات من أمهات المؤمنين أما الأساس فهو العمل وفق حوار النص ونفسه وليس حواره مع الواقع بينما يمكن للواقع أن يكون فاصلا تماما في هذا الشأن وهو ما نسعى إلى التنبيه إليه ونلحه في طلبه والملاحظ في الحالتين المعروضتين هنا تعلقهما بشرائع وبشأن الشرائع ونسخها في كتاب الله العزيز بوجه عام لاحظ الإمام الزمخرشي أمرا له قيمة حيث يقول والله تعالى ينسخ الشرائع لأنها مصالح وما كان مصلح أمس يجوز أن يكون مفسد اليوم وخلافه مصالح وكانوا يقولون إن محمدا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا فيأتيهم بما هو أهوى ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشق بالأهون والأهون بالأشق والأشق بالأشق والأهون بالأهون لأن الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة إن التبديل من باب المصالح كالتنزيل وإن ترك النسخ بمنزلة إنزاله دفعة واحدة في خروجه عن الحكمة انتهى وقد ذهب ذات المذهب في التأكيد على عامل المصلحة النسخ الإمام الألوسي لكنه مال إلى رأي من قالوا إن التبديل يأتي بالأهون بعد أن قدم له المبررات وذلك من قوله إن النسخ في تلك الحال لابد أن يكون مجتملا على مصلحة خلا منها الحكم الأول لأن الأحكام إنما تنوعت للمصالح وتبدلها منوط بتبديلها حسب الأوقات فيكون الناسخ خيرا منه في النفع سواء كان خيرا منه في الثواب أو مثلا له أو لا ثواب فيه أصلا والحاصل أن المماثل في النفع لا تتصور لأنه على تبديل الحكم تبتدل المصلحة فيكون خيرا منه وعلى تقدير عدم تبدله فالمصلحة الأولى باقية على حالها انتهى وإذا كنا قد قلنا من قبل إن الآيتين أي الرجم ورضاعة الكبير ربما لم تكون من قبيل المنصوخ فإنما نقصد بالمنصوخ المتعارف عليه اصطلاحا بشروط بعينها وإن كان ينسحب عليها اجتهاد الزمخرشي والألوسي فالأولى لم تكتب والثانية أكلتها الشات بتقدير حساب المصالح والمناثع والزمن أي حسب الأوقات وإن كان ذلك لا يعني رفضنا للقول بالنصغ في القرآن الكريم لأن مثل ذلك القول يؤول إلى الكفر والعياذ بالله ونحن على نعمة الإيمان حرصون لا يمكننا أن نفرط فيها فقط نضع اجتهادا من باب محاولة الفهم ربما أصاب وربما أخطأ والمناط في الأمر جميعه صدق النوايا وسلامة الإيمان وهو ما نحمد الله عليه حمدا كثيرا ما نصخ حكمه وبقي التلاوته يقول الدكتور محمد علي السقير إن الوحي قام يجابه الفضوليين على الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يأخذون عليه راحته ويزاحمونه وهو في رحاب بيته بين أفراد عائلته وزوجاته فينادونه باسمه المجرد ويطلبون لقاءه دون موعد مسبق إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وهو بذلك إنما يشير إلى تغير الواقع وتبدله بعد أن هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبعد أن مر زمان استتبت فيه الأركان للدعوة ولصاحبها وأصبح هناك أصول وبروتوكول يجب اتباعه في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقلها ويعيها أولئك الذين ظلوا يتصورون بالإمكان مناداته من خارج بيته يا محمد ويتابع الدكتور الصغير القول واستأثر البعض بوقت القائد فكانت الثرثرة والهضر وكانت تساؤل والتنطع دون تقدير لملكية هذا الوقت وعائدية هذه الشخصية فحد القرآن من هذه الظاهرة وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية تسبق هذا التساؤل أو ذاك الخطاب فكانت آية النجوة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم المجادلة 12 فامتنع الأكثرون عن النجوة وتصدق من تصدق فسأل ووعى وعلم وانتظم المناخ العقلي ولما وعت الجماعة الإسلامية مغزى الآية نسخ حكمها ورفع وخفف الله عن المسلمين بعد شدة في آية النسخ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون المجادلة 13 والحالة التي بين أيدينا هنا وقع حي يتحدث ويفعل فيتفاعل معه الوحي منفعلا وفاعلا ويتهرم المتسائلون من لقاء النبي إشفاقا من نفقات يدفعونها ضرائب للسؤال والتعلم فيعود الوحي يجمعهم مرة أخرى مسكتا عنهم ضريبة العلم مبقيا على الصلاة والزكاة مع شرط طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا نجد آية النجوة وقد نصخ حكمها بآية ناصخة بينما بقيت التلاوة قائمة في القرآن الكريم غير منصوخة وفي تفسير الخاز أمثلة أخرى لهذا الوجه من وجوه النسخ حيث يقول وهو كثير في القرآن مثل آية الوصية للأقربين نسخت بآية الميراث عند الشافعي وبالسنة عند غيره وآية عدة الوفاة بالحول نسخت بآية أربعة أشهر وعشرا وآية القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين نسخت بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ومثل هذا كثير انتهى وقال ابن العربي كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم منسوخ بآية السيف وهي فإذا إن سلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين الآية نسخت مئة وأربع وعشرين آية انتهى لكن الصيغطي يشير إلى إشكالية ضمن إشكاليات تثور في نسخ آية السيف لآية الصفح والتولي والإعراض في قوله قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين قيل إنها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا ولا يقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وبترك المعاقبة انتهى والمعلوم أنه عندما جمع المصحف زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه تم جمع كثير من الآيات المنسوخة إلى جوار الآيات الناصخة وهذا هو الواقع الذي فرض إنشاء باب في النسخ بعضوان ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهو الواقع الذي أدى إلى ظهور كثير من الآيات بمظهر التضارب والتناقض وليس الأمر كذلك إنما الأمر يعود إلى واقع حدث الجمع فالقرآن الكريم لا يحمل تناقضا ولا تضاربا ومثالا لحالات التناقض الظاهري أمثلة نسوقها في عدة نماذج النموذج الأول الآيات المتعلقة بالكتب السماوية السابقة على كتاب الله العزيز وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله المائدة 43 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور المائدة 44 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه المائدة 47 الإنجيل فيه هدى ونور المائدة 46 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب المائدة 48 وهي الآيات التي يقابلها آيات أخرى تقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه النساء 46 يحرفون الكلمة عن مواضعه المائدة 13 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه البقرة 75 النموذج الثاني الآيات المتعلقة بأصحاب الديانة الكتابية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقرة 62 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن العنكبوت 46 وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الحديد 27 وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة آل عمران 55 وهي الآيات التي يقابلها آيات تقول إن الدين عند الله الإسلام آل عمران 19 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين آل عمران 85 النموذج الثالث الآيات المتعلقة بالمدى المسموح به من الحرية الدينية لكم دينكم وليدين الكافرون 6 أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين يونس 99 لا إكراه في الدين البقرة مئة وسبعة وخمسون وهي الآيات التي يقابلها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها آل عمران 83 النموذج الرابع الآيات المتعلقة بالموقف من المشركين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ العمران 20 إن أنت إلا نذير فاطر 23 إنما أنت نذير هود 12 فأعرض عنهم وعذهم النساء 63 فأعرض عنهم وتوكل على الله النساء 81 فاعفوا عنهم واصفح المائدة 13 عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم المائدة 105 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الأنعام 107 لست عليهم بمسيطر الغاشية 22 وما أرسلناك عليهم وكيلا الإسراء 54 واصبر على ما يقولون وهجرهم هزرا جميلا المزمل 10 فاصبر صبرا جميلا المعارش 5 فاصبر على ما يقولون طاهى 130 فاصفح الصفحة الجميلة الحجر 85 خذ العفوة وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين الأعراف 199 ادفع بالتي هي أحسن فصلت 34 فإنما عليك البلاخ وعلينا الحساب الرعد 40 هذا بينما نجد آيات لا ترجع الحساب ليوم القيامة إنما تضعه بيد الجيش الإسلامي وتأمر بقتال من لم يسلم ونموذجا لهذه الآيات قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله التوبة 29 واقتلوهم حيث ثقفتموهم النساء 91 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاقة محمد 4 فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم النساء 89 فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الأنفال 12 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الأنفال 39 وهكذا نجد على الطرفين آيات مثل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ آل عمران عشرون فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم النساء 86 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الأنفال 61 فلا تهلوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون محمد 35 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه البقرة 191 فاقتلوا المشتركين حيث وجدتموهم التوبة 5 ومن ثم بات واضحا أن جمع الآيات المنسوخة إلى جوار الآيات الناصخة أنشأ نوعا من التضارب الظاهري في الآيات جل الله تعالى عن ذلك وقد ذهب العلماء في تعليل ذلك إلى القول بأن بقاء المنسوخ هو من قسم المنسى وهو ما يقول فيه السيوطي فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله وقال مكي ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل انتهى وهكذا وتأسيسا على الأخذ مبدأ أزلية الوحي أرجع الأمر لباب جديد هو باب المنسى بينما الآية التي يوردها الصيوطي فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره تشير إلى الظرف الموضوعي الذي تجادل معه الوحي وتفاعل مما أدى لتغير موقف الوحي وتبدله مع تغير وتبدل ذلك الظرف وما يطرأ فيه من تحولات فالمعلوم أن موقف الإسلام من المسيحية كان في البداية موقفا مهادنا متسامحا يؤكد حرية الاعتقاد وأن في الإنجيل هدى ونورا وأن القرآن جاء يصادق على ما سبق وورد فيه وأن الله رفع أصحابه فوق الكافرين إلى يوم القيامة لأسباب ضرفية واضحة في حاجة المسلمين إلى ظهر هجرة لدى نجاشي الحبش المسيحية وحيث ردت شفاه المسلمين هناك الآيات عن المسيح وأمه فكان أن أحسن استقبالهم ووصلهم بالود والرحمة كذلك الحال في الموقف من اليهودية واليهود فقد كانت يترب ظهر هجرة للمسلمين بينما كانت معقلا كبيرا ليهود الجزيرة وكانت المصلحة والحكمة تستبعي أن تسبق المسلمين المهاجرين إلى يترب آيات تردد ذكر أنبياء بني إسرائيل وقصص العهد القديم والقرار بأن الله فضلهم على العالمين وأن توراتهم فيها هدى ونور وعليهم الحكم بما جاء فيها وكان أول عمل سياسي هام قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم عند وصوله يترب هو عقد الصحيفة التي كفلت حرية الاعتقاد لأهل المدينة جميعا ولكن الظرف لم يستمر على حاله مما أدى إلى إلغاء الصوم العبري واستبداله بصوم رمضان العربي كما ألغيت قبلة بيت المقدس واستبدلت بكعبة مكة ثم أخذ كل من النبي صلى الله عليه وسلم واليهود يكتشفون اختلاف توجهاتهم ثم يكتشفون اختلافات عميقة بينما بين يدي اليهود من التوراة وبينما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا اتخذ الأمر وجهة أخرى خاصة بعد غزوة بضر الكبرى التي مكلت المسلمين من العتاد والسلاح والقوة المادية والمعنوية حيث يكشف لنا الوحي أن سبب اختلاف القرآن عن التوراة في كثير من التفاصيل إنما يرجع إلى قيام اليهود بتحريف التوراة الأصلية ومن هنا حق قتالهم لتبديلهم آيات الله ومن ثم نقض الصحيفة وإبطال الحرية الدينية وجاء الأمر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله بعد أن أصبح الدين عند الله الإسلام وكان الموقف نفس الموقف من المسيحية اليعقوبية بعد انتفاء الحاجة للحذشة ونجاشيها وكان لابد أن يقول الوحي كلمته إزاء العقائد المسيحية وهو الأمر الذي ينطبق على الموقف من أهل مكة حيث بدأت الآيات الحكيمة في مكة زاخرة بما يلائم حال الضعف التي كان عليها المسلمون وسط أكثرية معادية فقررت حرية الاعتقاد وأنه لا إكراه في الدين والأمر موكون إلى الله يوم القيامة أما بعد الهجرة من مكة إلى المدينة وبعد وقعة بطر الكبرى وبعد التحول من حال الضعف إلى حال القوة أتت الآيات الناصخة تبطل حرية الاعتقاد وتأمر بقتال غير المسلمين وقتلهم وهو الأمر الذي لاحظه الإمام السيطي وجلة الأجلاء من العلماء لكنهم أدرجوه في باب المنسأ وهو ما عبرت عنه الآيات بجلاء فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ما نسخ تلاوته وحكمه عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة أن رهضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبروه أن رجلا منهم قام في جوف الليل يريد أن يفتتح صورة كان قد وعاها فلم يقدر على شيء منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح يسأل النبي عن ذلك وجاء آخر وآخر حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضا ما جمعهم فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك الصورة ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم وسألوه عن الصورة فسكت الساعة لا يرجع إليهم شيئا ثم قال نصخة البارحة انتهى وقد عقب أبو بكر الرزي على باب ما نصخ تلاوته وحكمه بالقول إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتابته في المصحف فينبارس مع الأيام انتهى وقد وضع ضمن هذا الباب عددا من الروايات حول عدد من الآيات التي كانت معروفة زمن النبي لكنها لم توجد بالقرآن الكريم لكن مع تعليلات أخرى تشير إلى أحداث في الواقع أدت إلى اختفاء مثل تلك الآيات ومن تلك الروايات ما جاء عن شريك بن عاصم عن سر فمن قوله قال لي أبي بن كعب كيف تقرأ سورة الأحزاب قلت سبعين أو إحدى وسبعين آية قال والذي أحلف به لقد نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وإنها لتعادل البقر أو تزيد عليها وعن عمر قال لا يقول أن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يذريهما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقول قد أخذت منهما ظهر وعن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي حتى مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا على ما هو الآن وعن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللد وقال حدثنا حجاج بن جريح أخبرني أن أبي حميدة عن حميدة بنت يونس قالت قرأ علي أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتهى وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى قالت قبل أن يغير عثمان المصحف وعن أبي سفيان الكلاعي أن مسلم بن مخلد قال لهم ذات يوم أخبروني بآيتين من القرآن لم تكتبا في المصحف فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون والذين آووه ونصروه وجادلوا عنه القوم الذين غضب عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون انتهى هذا ويورد الصيوطي عن عدي بن عدي قال عمر كنا نقرأ ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك قال نعم وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها قال أسقطت فيما أسقط من القرآن كما روى بسلم في إفراده عن عائشة رضي الله عنها أنها أملت على كاتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قامتين انتهى والإشارات من جانب السيد عائشة إلى ظهر الجمع في عهد الخليفة عثمان فيما حدث تعود بلا شك إلى كون عثمان قد حمل الناس على مصحف واحد ثم حضر ما عدا بل وحسم الأمر فحرق ما عدا من صحف قرآنية وقد عقب الدكتور طه حسين على ذلك بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف وعثمان حين حضر ما حضر من القرآن وحرق ما حرق من الصحف إنما حضر نصوصا أنزلها الله وحرق صحفا كانت تشتمل على قرآن أخذه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ينبغي للإمام أن يلغي من القرآن حرفا أو أن يحذف نصا من نصوصه وقد كلف كتابة المصحف نفرا قليلا من أصحاب النبي وترك جماعة القراء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه وجعل إليهم كتابة المصحف ومن هنا نفهم السر غضب بن مسعود فقد كان ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآن وهو فيما يقول قد أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صورة من القرآن ولم يكن زيد بن ثابت قد بلغ الحلم بعد ولما قام ابن مسعود يعترض الأمر رافضا تحريق صحف القرآن أخرجه عثمان من المسجد إخراجا عنيفا وضربت به الأرض فدقت ضلعه وبعد فإنما قدمناه هنا على عجالة ليس دفاعا عن كتاب الله الكريم فالكتاب متكامل بذاته مستغن عن مثل ذلك الدفاع وليس دفاعا عن عقيدة أو دعوة فقد بلغ الإسلام تكامله واستقراره في حياة صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الذي لا يخشى معه عرض مسألة من المسائل التي تشغل بال المسلم ومن ثم فقد حاولنا إبراز شطرات قليلة في الروايات تشير إلى ارتباط الوحي بواقعه أثبتها الكتابان السالفان في هذا المجلد اللذان ربط الوحي بكل حادثة موضوعية كانت تحدث في واقع زمن الدعوة وكانت محاولتنا بالأساس محاولة لفهم ظاهرة النسخ مستندة إلى اعتبار الواقع مقياسا لفهم حركة النص المرتبط به فينفعل به ويفعل فيه من أجل مصالح ومنافع وغايات أعم في فضلها وحسبي هنا إخلاص النية في الجهد للفهم وهو الجهد الذي ربما أصاب ذلك غاية المراد وربما أخطأ ولا جناح هنا من الطموح إلى تواب الأجر الواحد وربما كان الجهد المحاولة بين الصواب والخطأ وربما ألمح إلى طريق حان ولوجه بكفاءة المقتدرين عننا من متخصصين وربما كان كل الجهد بلا طائل لسقوطه في أخطاء غابت عننا لكن اليقين الذي نعيه تماما ونعتقده ولا نحيد عنه هو تكامل الوحي وتفاعله التاريخي العظيم مع واقعه فلم يدخله باطل ولا زيف ذلك الوحي الكريم الذي جمعته صفحات القرآن الكريم ووصفه الله عز وجل بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هود واحد